اهلا بكم الى هذه النشرة البداية مع العنوين لا صوت يعلو فوق اصوات الاستغاثة من تحت انقاض الزلزال لبنان يفقد الاتصال بعدد كبير من مواطنيه والاهالي يترقبون بقلق وقهر وفد وزاري لبناني الى سوريا هل يتجاوز الاعتبار الانساني الى السياسي الرئيس عون يتصل بالرئيس الاسد متضامنا مع الشعبين السوري والتركي وانتحار رئيس حركة تقاوم اليلا حود في كنيسة ماريلياس فيلم طيلم اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر اذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر موقع otv.com.lb على يوتيوب وحساباتنا على تويتر فيسبوك انستجرام وتيك توك لا صوت يعلو فوق اصوات الاستغاثة من تحت الانقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب تركيا والسوريا ولا اولوية ينبغي ان تتقدم اليوم على اعمال الانقاض من دون تمييز بين انسان وانسان على اساس سياسي كما هو حاصل بالنسبة الى الشعب السوري المتروك لمصيره لو لا مواقف بعض الدول المساندة ومنها لبنان الذي فقد الاتصال بعدد كبير من بناته وابنائه الذين تنتظر عائلاتهم الخبر اليقين بقلق وقهر واليوم اجرى الرئيس العماد مشالعون اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الاسد معربا عن تضامنه مع الشعب السوري في محنته وسائلا الله ان تنتهي هذه المأساة في اسرع وقت ممكن وفي سياق متصل دعا الرئيس عون المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول العربية الى تجاوز كل الاعتبارات والمواقف السياسية والمسارعة الى نجدة الشعب السوري لسيما في الاماكن المنكوبة والمساهمة في اعمال الانقاذ وعرب الرئيس عون كذلك عن ألمه للضحايا الذين سقطوا في الزلزال الذي ضرب مدنا وقرى تركيا متمنيا الشفاء للجرحى وانقاذ المفقودين اما على المستوى السياسي المحلي فلم يرشح عن مؤتمر باريس الخماسي ما يكفي من معطيات ليبني افريقاء الداخل عليه ما خلى بعض التحليلات الفارغة من المضمون والأفكار المسبقة سلبا ام اجابا التي لا تقدم او تؤخر وفي غضون ذلك يستمر التهويل بانتخاب رئيس بأصوات 65 نائبا بينهم 10 مسيحيين على الاكثر مع مشاركة مسيحية رمزية تقتصر على تأمين النصاب بما يعيد المساق الى الحيز الشكلي ويدفع بالعيش المشترك والوحدة الوطنية والاحترام المتبادل بين مكونات الوطن نحو المجهول كل ذلك فيما يتحمل اطراف المسيحيون مسئولية كبرى في الاحجام عن الاسهام في التواصل الى تفاهم على مرشح يقلب المقييس ويعيد التوازن الى المعادلة الرئاسية بناء على الوفاق فالقوات رافضة بكل وضوح لدعوة بكيركي الحوارية وتحاول بشتى الطرق ان تتفادى طرح مرشحين لا يدرون بالكامل في فلكها مع علمها المسبق باستحالة ترشيح رئيسها سمير جعجع وبالحظ الرئاسي المعدوم للنائب مشال معوض فضلا عن توجسها الاكيد من الحركة التي يتولاها وليد جنبلاط اما رئيس المردى فلا يناسبه ابدا عقد اجتماع في بكيركي لان سائر الافريقاء المشاركين فيه لا يؤيدون ترشيحه ويرفضون وصوله الى بعبدة حتى ولو تطلب الامر من القوات والكتائب واخرين تبديل موقفهم من مسألة النصاب والاتجاه نحو التعطيل على عكس الفراغين الرئاسيين السابقين وفي غضون ذلك يواظب رئيس حكومة تصريف الاعمال على عقد جلسات حكومية خارج الاطار الدستوري والميثاقي متسلحا بدعم افريقاء يتذرعون بحاجات الناس التي يمكن محاكاتها وفق اليات اعتمدت سابقا وباتت مرفوضة اليوم والبداية فتورة موجعة لبنانيون ضحايا ومفقودون جراء الزلزال في تركيا وسوريا اما التفاصيل مع جورج عبود لبناني بالانتشار مجددا وحكاية وجعة مغمسة بالدم عم نتقصمة الى جانب اهالي تركيا وسوريا بنتيجة الزلزال المدمر زلزاله بالرغم من تأثيره لضعيف عبر هزات ارتدادية خفيفة على الاراضي اللبنانية الا انه اصاب عائلات لبنانية بالصميم وفرقن بين ناجين ومفقودين وضحايا فمع تقدم الوقت تكشفت حجم الاضرار الهائلة وعلى وقع استمرار عمليات الاغاثة الشائقة فتور الدم غالية عم يدفع على لبنان بكل البلدان بين لبنان بيقصد تركيا بهدف العمل او السياحة وبين لبنان عم يقصد سوريا لزيارة الاقارب حتى لحظة اعداد التقرير الوتيفي احصد سقوط 9 ضحايا من بين الجالية اللبنانية عارف من بينهم بسوريا اضى كل من الاب اللبناني عماد ظاهر من بلدة البرامية شرق صيدة وهو كاهن كنيسة السيدة العذراء للروم الكاتوليك بحلب ايضا نعى اهل جبل محسن بطرابلوس الشابة سلينا الهدان وولدتها صوصن الناصرة كما اعلن عن وفاة رنة الترسيسة وابنتيها من الابراهيم ايضا بمدينة اللدئية بتركيا سقت الدكتور وصام محمد خير الاسعد وبنته ندوة وهو ابن وادي خالد بعكار ايضا توفيت الشابة اللبنانية سيزان اسعد بينما تم انقاص جوزة محمد شامة ونجله من الزهرية ترابلوس من تحت الانقاط باقليم هاتاي في حين لم يتم الابلاغ عن مفقودين لبنانيين بسوريا اشارت المعطيات بالمقابل الى فقدان العشرات من اللبنانيين بتركيا من بينهم كل من الشابان باسل حبقوق من بلدة بشغرة وإليح الداد عبر الاوتي في اكد السفير اللبناني التنسيق مع السلطات التركية من اجل تسريع عملية الاغاثة تبليغات اللي اجتنا عن اللي مش مسجرين بالسفارة بحدود الخمستعشر تبليغ في عنا ثلاث اشخاص بعضهم بعلقانين باوتال فرقة الانقاط والبحث توجهت على المنطقة طلبنا منهم يتوجهوا على الاوتال صاروا هونيك وبدأوا عمليات رفع الركام لا يحاولوا يوصلوا لهم هنم في مجموعة كبيرة من ضمن ثلاث لبنانيين بهذا الاوتال والاتصالات كتير صعبة مع المنطقة هونيك من الظهر او بعد الظهر انقطعت الاتصالات بقى معنا بعد تأكيد جواب من الاسعاف اللي موجودة هونيك او التواقم التركية نحنا منتواصل مع افادي اللي هي هيئة الكوارث والطوارئ التركية ومع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التركية منبلغهم عن الحالات وعند كل شي معطيات عنا من اسماء ارقان تليفونات او صور حتى اذا موجودة وهن بيعالجوا الموضوع كون افادي هي المسؤولة بهيك وضع طوارئ وكوارث على الارض كل شي بدي مره عن طريقة وهي بتجمع كل ادارات ووزارات التركية على واقع صرخات استغاثة الاهالة والاقارب بحثا عن المفؤودين بيبقى الرجاء والامل بانه يجي خبر بطمن عنهم اجرى الرئيس العماد مشال عون اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم بالرئيس السوري بشار الاسد وقدم له التعازي بضحايا زلزال المدمر الذي ضرب عددا من المدن والقرى السورية وتمنى شفاء العاجل للجرحة والنجاح في انقاذ المفقودين واعرب الرئيس العون للرئيس الاسد عن التضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته سائلا الله ان تنتهي هذه المأساة في اسرع وقت ممكن وفي سياق متصل دعا الرئيس العون المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة الى تجاوز كل الاعتبارات والمواقف السياسية والمسارعة الى نجدة الشعب السوري لسيما في الاماكن المنكوبة والمساهمة في اعمال الانقاذ كذلك اعرب الرئيس العون عن الامه للضحايا الذين سقطوا في الزلزال الذي ضرب مدنا وقرى تركيا متمنيا الشفاء للجرحة وانقاذ المفقودين من جهة اخرى حث الرئيس العون السلطات اللبنانية على المضي قدما بالمبادرات الانسانية في المساهمة باعمال الاغاثة في كل من سوريا وتركيا وحشد اقصى الامكانات المتاحة لهذه الغاية وبالتزامن مع كارثة الزلزال لا شكل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا وزاريا رسميا لزيارة سوريا في خطوة تحمل الكثير من الدللات تقرير جريس مخايل بعد تشكيل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا وزاريا رسميا لزيارة سوريا والوقوف الى جانبها ومساعدتها في ملمتها اكد مطلعون ان الخطوة في غاية الاهمية ولها دلالة عدة في حين اراد البعض ان يبقيها في اطارها الانساني اولا في كارثة كبرى حصلت ببلد عربي شقيق وببلد صديق فبالتالي بلبنان رغم الظروف اللي عم يعيشها لا شكله من الواجب الانساني المبادرة لاي مساعد ممكنة وضمن امكانات لبنان فبالتالي اخذت المبادرة بناءا لها الكارثة اللي المت بها المنطقة وحتى يعني ضربت جزء من لبنان بس الحمد لله كانت يعني اخذت وطأة على لبنان فبالتالي بعتقد يعني المبادرة تكون في السياق العام من ضمن بلد شقيق وبالمفترض انه ما يستطيع ان يفعله لبنان رغم ظروفه ان يفعله بها المرحلة لانه فعلا تاريخيا تحسب لانه بالملمات يتضامن العرب مع بعضهم البعض المراقبون طرحوا اسئلة عدة حول امكاني ان تكون هذه الزيارة فاتحة لعودة لبنانية رسمية سياسية الى دمشق يعني بعتقدت بالمرحلة الاخيرة كان فيه الكثير من التواصل العربي العربي اللي كان مرحب فيه نأمل ان يتعزز هذا التواصل العربي وبالتالي فتح جميع الابواب بين العرب بين بعضهم لانه بهالمرحلة وهالمفصل التاريخي لا شك انه نحتاج اكثر ما نكون للتكاثل والتضامن العربي فيما بينهم بالاضافة انه بلد شقيق مثل سوريا تربطنا به اواصر الكثير من اقتصاديا وعائليا وحتى يعني الحدود الواسعة مع هذا البلد الشقيق بعتقد في الكثير من الملفات التي يمكن معالج دا في حال كان فيه هناك اطار للتواصل بشكل لبنان الرسمي المعني لطالما رفض الحديث مع سوريا من دولة الى دولة على رغم التبادل الدبلوماسي الذي بقي قائما طيلة الازمة وعلى رغم اهمية معالجة ملف النازحين على اراضيه فهل تحمل المرحلة المقبلا فراجات على هذا الصعيد؟ يعني بالنهاية هذا الملف من الملفات العالقة والتي تحتاج فعاليا الى معالجة كبرى بالمرحلة القادمة عسى يكون هذا المبادر رغم المناسبة الاليمة التي هي فيها علما انه بعتقد الحكومة اللبنانية الحالية كان في عدة محطات كان في تواصل يمكن انه بالمرحلة القادمة ممكن رفع الوطيرة وخاصة بعد استقرار لبنان اكثر واكثر وخاصة بانتخاب رئيس جمهورية انما بهذه المرحلة بعتقد العنوان الانساني هو الاساس وما بمرحلة لاحقة بعتقد في الكثير من الملفات التي من المفترض معالجة بين البلدان الشعر ما من شك ان المشهد العربي عموما والخليجي خصوصا بات اليوم اكثر انفتاحا على سوريا خصوصا في مرحلة مبعد اعادة انتخاب بشار الاسد رئيسا للجمهورية وقد يكون لبنان الرسمي يخطو خطوات نحو دمشق بعد الخطوات العربية فلماذا ينتظر بعض المعنيين دائما ما سيقوم به الخارج حتى يقومون بالمثل اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله ابو حبيب استعداد لبنان تقديم المساعدة لتسهيل عمل المنظمات الدولية ولمرور قوافل الاغاثة بما يخفف من معاناة الجرح والمصابين والمنكوبين في سوريا ويؤمن المستلزمات الضرورية اللازمة للحد من تداعيات الزلزال المدمر على المناطق السورية المنكوبة وسكانها وجاء ذلك بعدما اجتمع ابو حبيب مع منصق الشؤون الإنسانية عمران رضا بناء لطلبه استجابة للأوضاع الإنسانية والعلاقات الأخوية حيث جرى استعراض حجم الدمار والخسائر الفادحة التي لحقت في سوريا جراء الزلزال المدمر وضرورة مسارعة المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين والتخفيف من وطأة الكارثة واتفق الجانبان على أبقاء خطوط التواصل مفتوحة لمواكبة عمليات تقديم العون والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال شكر رئيس الطيروطني الحر النائب جبران باسيل القائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله سليمان الشهين على موقف الكويت الداعم للبنان وكذلك تخصيصها القرض لإنشاء واستكمال شبكات ومحطات الصرف الصحي في قضاء البترون بقيمة 60 مليون دولار مشددا على أهمية العلاقة بين لبنان ودول الخليج إلى ذلك عرض مع وفد من نقابة المعلمين ومجلس النقابة مشاكل التعليم الخاص وأبدى باسيل بنتيجة الشرح تأيده مطالب الأساتذة مؤكدا أن التعليم مهما أتت كلفته يبقى الأكثر نفعا للمجتمع والأقل كلفة في حال غيابه من بين الأكلاف المتأتية من الأمن والقضاء والمشاكل الناتجة من الأزمة الاجتماعية باسيل التقى أيضا وفدا من لقاء الهوية والسيادة الذي عرض مشروعه لتطوير النظام وجدد باسيل تأكيد الحاجة إلى طاولة حوار تدرس سبل تطوير النظام مؤكدا أن لدى التيار مشروعا متكاملا لهذه الغياء وهو جاهز لأي تعاون من أجل دعم فكرة الحوار من بكركي أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك بالرغم من الظروف الصعبة مشيرا إلى أننا وضعنا البطريار كلماروني مرشارة بطرس الراعي في صورة متابعتنا على الأرض لأي نتائج للهزة الأرضية والمعالجات التي تقوم بها الوزارة المولوي شدد كذلك على أنه وضع البطريار كلماروني في تحضيرات الانتخابات البلدية وفي بكركي وفد قوتي برئاسة ستريدا جعجا التي أعلنت أنها تمنت على الراعي مشاركة القوات بالضغط لانتخاب رئيس كركي بيتنا ونحن ما منخط شروط أول شي عليها لبل بالعكس نحن منعتبر من وجبتنا نحميها ونحمي غبطه هذا الكلام منه دقيق نحن بهمنا يكون فئلية لهاللقاء حفاظا على موقع بكركي والبطريار لأن بكرة بيقولوا أنه ما قدروا يوصلوا لنتيجة تفضلوا حق على المسيحيين هن مش عم بيقدروا يوصلوا لنتيجة ينتخبوا رئيس هالقلية اللي حطيناها صارت بين إيدان البطرق نحن منتمنى أنه يصير اللقاء بأسرع وقت ولكل واحد بينتخب المرشح اللي بيرأيه هو بده يه وطبعا المرشح اللي بياخد أكتر شيء أصوات ممكن ما يكون المرشح لنحن طرحينه حدا تاني مفترض أنه يكون فيه اتفاق مصبع أنه منمشي فيه طبعا ومننزل ساعته على المجلس النيابي من أمن النصاب ومنمتخب الرئيس شو رأيك بالمبادرة اللي أطلقها لأي حسن التحديد من الاشتراكي وليد بيك جمهور أول شي مشكور وليد بيك على المبادرة الترحة كنا منتمنى أنه نسي أكتر بهذا الموضوع تنجح المبادرة لأنه عم بيقول خلينا نسقط المرشح سليمان باك ونسقط ميشيل معوض ونروح على خيار ثالث لفهمني مؤخرا أنه دولة رئيسنا به بري ما مشي بأنه يسقط مرشحه اللي هو طبعا سليمان باك مشان هيك أنا بتمنى كنت أنه ننسي أكتر نحن ويه وبقية الأفريقاء المعارضين تنجح المبادرة ضعت غبطة البطرق بالتحضيرات اللي عم تقوم فيها وزارة الداخلية منذ شهر تشرين الثاني إلى إعلان قوائم الناخبين بأول شباط ووصولا لكل التحضيرات اللي نحن حنعملها بتنقيح القوائم وقلت له أنه أنا بشهر بأول شهر نيسان بدي أدعي الهيئة الناخبة وحدد مواعيد الانتخابات وهيدا الشي مش بالسياسة هيدا الشي بالقانون هيدا الشي تطبيعا للقانون لأنه بعرف أنه اللبنانيين بحاجة لمجالس بلدية وبعرف أنه القانون بيفرض هيدا الشي ونحن لازم نتعود وأنا هيك نحترم المواعيد القانونية والمواعيد الدستورية تتكون كل الاستحقاقات بوقتها في معلومات أولية أظهرت كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط كنيسة ماريلياس لمطيلب حيث وجد رئيس حركة قاوم الشاب إليلا حود منتحرا أنه دخل وحيدا إلى الكنيسة وبحسب مشاهد الكاميرات وبعد فترة وجيزة من دخول لحود دخلت فتاتان إلى الكنيسة حيث عثرتا عليه جثة هامدة فقامتا بالصراخ وطلب المساعدة وأدى صراق الفتتان إلى دخول عدد من الأشخاص الذين كانوا يمرون بالقرب من الكنيسة وجرى إبلاغ القوى الأمنية وبحسب المعلومات فإن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى أسباب الحادثة وكان لحود وفي آخر تغريدة له عبر تويتر نشر مقطع فيديو من إطلالة له عبر برنامج حوار اليوم موضوع سامين فرنجيه والوزير بسيل إذا حزب الله بنقل سامين فرنجيه أنا مع سامين فرنجيه وإذا حزب الله بيقرر يكون الرئيس بسيل رئيس المهورية أنا مع الرئيس بسيل واضح حتى لدرجة إنه إذا المقاومة بترتق وبتشوف إنه قعدتها مع سامين جعجع لمصلحة المقاومة فأنا من هلأ بسقط حقوقي مع سامين جعجع نعم مصلحة المقاومة بقاف على جنب لمش بمصلحة لبنان لمش مصلحة لبنان هي ونه؟ غير مصلحة المقاومة شو عنا مصلحة بلبنان غير مصلحة المقاومة مين حامل لبنان؟ ليش موفيه بلبنان غير مقاومة؟ ربط الدولة بالمقاومة نعم والآن إلى أسرار اليوم لم ترشح معلومات كافية عن الاجتماع الخماسي في باريس ليأخذ أفريقاء داخل الموقف المناسب بدى واضحاً أن القوات غير راضية عن دعوة بكركة الحوارية وتعمل لتعطيلها بالكامل يؤكد مقربون من دري أن جنبلات سيسير في المحصلة بانتخاب سليمين فرنجي رئيساً إذا تمسك به الثنائي نتابع بعد الفاصل شكراً بكم من جديد شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في الاجتماع الافتراضي للدورة الرابعة والعشرين لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية العراق مضيحة أن الهيئة الوطنية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بغية استكمال جولاتنا على المدارس والثانويات الرسمية للعام الثاني على التوالي لنشر التوعية حول سبل مكافحة العنف ضد الفتيات كما لتقديم الدعم لهن من خلال دورات تدريبية تساعدهن على تعزيز ثقتهن بأنفسهن ومقاومة الوضع الصعب الذي يعشنه في ظل إقفال المدارس أبوابها مؤخراً نتيجة للإضرابات مما زاد من ظاهرة التسرب المدرسي انتلاق من الواقع ومع شبه انعدام الموارد المتوفرة للمؤسسات الرسمية لإطلاق المشاريع الإنمائية كان خيارنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن نركز جهودنا على دعم قدرات النساء لتمكينهن من مواجهة الصعوبات وعلى السعي لدى أصحاب القرار لتوفير حماية أكبر للنساء من مخاطر التعرض للعنف ولإصلاح القوانين التي لا تزال مشحفة بحقوقهن فنحن نتطلع اليوم إلى إيصال النساء إلى المراكز القيادية بالأخص في المجالين الاقتصادي والسياسي ونشجع السيدات على الترشح للانتخابات البغلومانية والبلدية في ظل غياب إرادة حقيقية لاعتماد كوتا نسائية في القانون على الرغم من سعينا ومحاولاتنا لإكرارها مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية برعاية وزير الاتصالات جوني القرم افتتحت شركة تاتش المركز الذكي الأول من نوعه في العالم لخدمة الزبائن لسيما لجهة تواجده في عالم متافيرس الافتراضي وبالمناسبة أكد القرم أنه منذ أن تسلمنا مسؤولية وزارة الاتصالات كنا على علم ويقين أننا سنعمل تحت ضغط كبير متحدثا عن ارتفاع معدل توافر الشبكة من أقل من 80% إلى 99% على كامل الأراضي اللبنانية فيما ارتفع متوسط العائد المشاركي الخلوي إلى نحو 7 دولارات في الشهر كما حقق لبنان تحسنا نوعيا في سرعة الانترنت عبر الخلوي فقفز من المركز 85 في كانون الأول 2021 بمعدل سرعة 20.35 ميجا بايت في الثانية إلى المركز 73 في كانون الأول 2022 بمعدل سرعة 27.28 ميجا بايت في الثانية وفي كلمته الترحبية أكد رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة تاتش المهندس سالم عيتاني إن إصرارنا على إتمام وافتتاح هذا المركز ما هو إلا تحديا لكل من يحاول لجمة طموحات اللبنانيين الرائدة والتزاما وحرصا على الاستفادة من كافة الأموال التي دفعت في مرحلة سابقة قبل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن وليس من خلال استثمارات جديدة في ظل الوضع الراحل صحيح أننا نعيش أسوأ أزمات لبنان الاقتصادية إلا أن الإصرار على التطور والتقدم وإنفازا للرؤية المستقبلية التي نؤمن بها وبضرورة تحقيقها ها هي تجني ثمارها اليوم من خلال إصرار على توسيع عمل قطاع الاتصالات على كافة الصعود والاتجاهات تلبية لاحتياجات المستهلك والسوق اللبناني اليوم نفتح مقر شركة تاتش مركز خدمة الزبائن الجديد هذا المركز الذي يحاكي التطور والحداثة والتقدم وهو ما يتوافق مع الرؤية التي عملنا عليها ونسعى إلى تحقيقها ولو من لا شيء وهذا ما سنعمل على إنجازه شو بتعني تاتش فيرس؟ تاتش فيرس يعني تاتش بتدخل لعالم الميتا فيرس الافتراضي ومن خلال التواجد على الديسنترلاند بلاتفورم اللي هي رائدة بهيدا العالم وبهيدا المجال اليوم أصبح التاتش ضمن هيدا العالم من خلال امتلاك أرض افتراضية قدامت لنا إياها مشكورة شركة بي أم بي مش بس هيك إنها ما تاتش هي شركة الاتصالات الخليوية الوحيدة والأولى بالعالم اللي بتقدم خدمة الزبائن كتجربة على الميتا فيرس وهيدي فعلا تنعد خطوة عالمية مش بس خطوة بلبنان في تذكير اليوم سليمان فرنجي وصر على اعتماد ألية معينة لعمل الحكومة في ظل الشهور الرئاسي عام 2014 على عكس موقفه اليوم كان فيه لأنه أخشي شهور مركزية الجمهورية بتطور يعني منه شغلي قليلي كمان لما لازم نتعطى معه أنه مرأ نعم بغض النظر عن الشخص صار فيه خلاف على إلية إدارة الجرسي أو أخذ دور الرئيس من يأخذ قانونيا ودستوريا يأخذ دور الرئيس مجلس الوزراء مجتمعا كيف يتم تطبيق هذا الموضوع كان في وجهة النظر بتصور التفاق على وجهة النظر اللي اسمعناه من الرئيس السلام على التليفيزيون واسمعناه من نيمكن الوزير مشنوق قالوا الان احنا رفعتوا على إلية تلوزراء السبعة بين بنك السبعة دا حكينا الان احنا بقى سيسأل وزير اللي واني عليجي بالحكومة ما هو الاتفاق انا عجبنا ونمشي ما عجبنا انا مش مشيين عم بحكي كاميرا دا نحكي معكم الوزير مشنوق ما دخل وزير حمريح ما نفرين يا حكي معنا خلفاء كون ما عدل هلا ما يعني اكيد بتطور المناخ اللي فهمناه نحنا من الوزير علي حسن خليل انه بيكون في كل مرة ست سبع وزراء بيحكم معهم ونحنا معها هذا جو بس اذا هالست سبع وزراء هني زيتهم بكل مرحلة وما حدها كمعنا او اذا كل مرحلة المناخ اذا كله هايك احنا معنا مشكلة نتابع بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد كشف الجيش الايراني عن قاعدة جوية تحت الارض هي الاولى للطائرات المقاتلة مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة وفق الاعلام الرسمي واوردت وكالة ايرنا ان القاعدة المسمات عقاب اربع واربعين قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة انواعها فضلا عن الطائرات من دون طيار وارفقت الوكالة تقريرها بصور واشرط لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الارض حيث يتم توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش ولم يحدد الموقع الجغرافي للقاعدة الا ان الاعلام الرسمي اشار الى انها تقع على عمق مئات الامتار في قلب الجبال بهدف التمكن من مقاومة القنابل العائدة للقاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة العدو اللدود للجمهورية الاسلامية اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم في مدينة نابلوس شمال الضفة الغربية واوضحت الوزارة في بيان ان حمزة امجد الاشقر اصيب برصاصة في الوجه اطلقها عليه جنود الجيش الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلوس فجرا ورحل متأثرا باصابته وبمقتل الفتى الاشقر ترتفع الحصيلة منذ بداية العام الحالي الى 42 بينهم 9 اطفال وسيدة موسنة نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر اوروبية معلومات عن توجه الرئيس الاوكراني فولودمير زيلنسكي الى بروكسل الخميس المقبل لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي والقاء كلمة امام النواب الاوروبيين وفي حال تأكدت المعلومات ستكون هذه الزيارة الاولى لزيلنسكي لعاصمة الاتحاد الاوروبي منذ بدء الحرب الروسية على اوكرانيا في الـ 24 من شباط 2022 رفضت محكمة في تبلسي الافراج مؤقتا عن الرئيس الجورجي السابق ميخايل ساكاشفالي الذي يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة رغم تدهور صحته بشكل حاد منذ سجنه في عام 2021 وكان قد أكد الزعيم السابق البال 55 عاما أنها إدانة سياسية وبدأ إضرابا متكررا عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية والآن إلى الأحوال الجوية مع نيرمين قربان بشارة مصر الخير بيستمر لبنان والحوض الشرق إلى المتوسط تحت أسير العاصفة حتى بعد ظهر بكرة حيث تنحسر تدريجيا لتتعمق الأربع المصر الكتال الكتبية مما بيؤدي إلى تدني درجات الحرارة خلال أيام الأدمي إذن جونا لبكرة ماطر مصلج وبارد ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي بنبدأ من الشمال عكار عم تسجل 6 درجات رابلس والعاصمة بيروت 9 درجات أما صور 10 بننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل درجتين تحت الصفر لقلو 4 درجات تحت الصفر زحلة درجة واحدة تحت الصفر أما جزين درجتين نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لـ 97% الرياح السطحية شمالية بيردة تتراوح سرعة بين 20 و 30 كم بالساعة أما حال بحر فمرتفع الموج إذن في الأجوال بانتظارنا للأيام القادمة للأربعة جونا غائم إلى غائم جزئيا بتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية وبتتساقط السلوج لتلامس مستويات منخفضة 500 متر شمالا أما التراكمات فبتكون اعتبارا من 800 متر تتراجع حدة الأمطار والسلوج اعتبارا من بعض الظهر وبتسيطر الجبهة القطبية البيردة خلال الليل لتأدي إلى موجة من السقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرقات اعتبارا من 900 متر انتبهوا مشاهدين خلال القيادة تجنبا للانزلاقات أما درجات الحرارة فبتنخفض ساحلا لتسجل أقصها 9 درجات للخميس جونة بيتحسن تدريجيا خلال النهار ليبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة والسلوج الخفيفة على ارتفاع 1200 متر وما فوق خاصة بالمناطق الشمالية بيتشكل الجليد خلال الليل بدءا من ارتفاع 1200 متر وكامل سهل بقع ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 9 درجات للجمعة والسبت جونة للغيون بيتشكل الجليد بسهل بقع وعلى الطرقات الجبلية ارتفاع تفضيل في درجات الحرارة ولكن تبقى متدنية خاصة عند ساعات الصباح الأولى أما أقصها نهارا وساحلا بتسجل 10 درجات للجمعة و11 درجة لنهار السبت وصلنا مشاهدينا إلى ختام صفحة أحوال جوية للليلة بدأت مني لكم ليلة دافية تصبحوا على خير النشرة انتهت للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعلى يوتيوب تويتر فيسبوك انستجرام وتيك توك شكرا للمتابعة وإلى اللقاء